بسم الله الرحمن الرحيم كنا قد بدأنا الحديث عن الألف اللينة في الأسماء ففصلنا فيها التفصيل الآتي قلنا الأسماء إما أن تكون أعجمية وقد انتهينا من الحديث عنها وإما أن تكون عربية ثم لما أتينا إلى العربية قلنا إما أن تكون مبنية وإما أن تكون معربة معربة تحدثنا فيما مضى عن الأسماء العجمية وتحدثنا عن الأسماء العربية المبنية واليوم نتحدث عن الأسماء العربية المعربة فنتحدث بالشكل الآتي إذن نحن اليوم نتكلم في هذه المنطقة وهو أن يكون عندنا ألف لينة في الأسماء العربية المعربة القاعدة تقول هنا يجب أن ننظر إلى الاسم العربي المعرب ننظر إلى الاسم العربي المعرب هل هو ثلاثي أو غير ثلاثي هل هو ثلاثي أو غير ثلاثي وبهذا نضبط هذه القاعدة ثم ننظر طبعا تعلمنا قديما أن المراد بثلاثي هل الاسم الذي في آخره الألف اللينة مكون من ثلاثة أحرف إذن هو ثلاثي إذا زاد فكان من أربعة أحرف أو خمسة فهو غير ثلاثي إذن الأسماء العربية المعربة الثلاثية سيكون الحرف الثالث ألف ونحن نريد أن نتعلم هل هذه الألف تكتب مقصورة أم تكتب طويلة طيب إذا عرفنا أنه ثلاثي فننظر بعد ذلك ننظر بعد ذلك بعد أن نعرف أنه ثلاثي وفي آخره ألف فهو إما أن يكتب بالألف القائمة مثل الربا لاحظوا معي طبعا ما نحسب الألف واللام في الربا وإنما نقول ربا ربا ننظر إليها مجردة من هذه اللواصق لذلك حين نتحدث عن الربا فهو اسم لأنه ربا ربا بغض النظر عن الألف واللام إذن هو اسم عربي معرب ثلاثي وفي آخره ألف كما ترون طيب عندنا الأذى أيضا لن نلتفت إلى الألف واللام وسنعامل الكلمة هكذا أذى إذن هي ثلاثية ثلاثية كما ترون وفي آخرها ألف طيب هذا اسم ثلاثي وهذا اسم ثلاثي كتبنا الألف هنا طويلة وكتبناها هنا مقصورة فلماذا كتبناها هنا مقصورة وكتبناها هنا طويلة وهل هناك قاعدة تحكم ذلك هذا هو ما نريد أن نتعلمها الآن لاحظوا معي قال العلماء إذا كان أصل الألف واو فإنها تكتب طويلة وإذا كان أصل الألف يا فإنها تكتب مقصورة لأن الألف الواقعة في أواخر الأسماء الثلاثية هي إما منقلبة عن واو وإما منقلبة عن يا قطعا دون شك طيب السؤال الآن كيف أعرف أن أصل الألف كيف أعرف أصل الألف وكيف أتأكد من أن الألف في ربا أصلها واو وفي أذى أصلها يا لاحظ معي هناك طرق وهو عن طريق تصريف الكلمة وسنتحدث عنها بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله تعالى الربا مأخوذ من الفعل ربا ربا المال طيب ربا المال الفعل المغارع ربا يربو فتبين لنا أن الأصل الأصل الواو طيب إذا أخذنا هذه الكلمة الأذى الأذى سنجد أنه يقال يؤذي أذية أذية فيتبين أن الأصل يا لذلك عن طريق تصريف الكلمة الإتيان بعدد من تصريفاتها يتبين أصلها وعند العجز عن ذلك فإنه يعاد إلى المعجم يعاد إلى المعجم على أن سنتحدث بعد قليل عن الطريقة التي يعرف بها أصل الألف وتكون في غاية الوضوح إن شاء الله تعالى كما سترون بعد قليل إن شاء الله تعالى إذن قاعدة الأسماء العربية المعربة هو أن نعرف هل هذه الكلمة العربية المعربة ثلاثية أو غير ثلاثية إن كانت ثلاثية فتكتب الألف طويلة إذا كان أصل الألف واو وتكتب مقصورة إذا كان أصل الألف يا وسنتحدث في درس قادم عن معرفة الأصل إن شاء الله تعالى نريد أن نكمل الشق الثاني من القاعدة وهو إذا كان الاسم غير ثلاثي نقول جميع الأسماء غير الثلاثية ونا نتحدث عن الأسماء المعربة تكتب الألف في آخرها هذه المرة مقصورة مقصورة يعني تكتب بهذا الشكل تكتب بهذا الشكل لذلك لاحظوا معي لاحظوا معي نكتب هذه الكلمات بشراء بلوى جدوى جدوى ذكرى ذكرى صغرى وكبرى وحبلى إلى آخره كتبت الألف في كل هذه الكلمات مقصورة لأنها في آخر اسم غير ثلاثي والقاعدة تقول جميع الأسماء غير الثلاثية تكتب الألف في آخرها ألف ألف تكتب ألفا مقصورة كما ترى بعد أن رسخ العلماء هذه القاعدة وجدوا هذه الكلمات لاحظوا معي هذه الكلمات دنيا ولاحظوا معي عاليا ولاحظوا معي محيا ولاحظوا معي خطايا وقضايا وزوايا وخبايا إلى آخره فوجدوا أن لو أجرينا القاعدة عليها لاحظوا اسم عربي معرب مكون من أربعة أحرف مكون من أربعة أحرف وهنا مكون من خمسة أحرف هنا مكون طبعا الياء مشددة من خمسة أحرف وعندنا خطايا مكون من خمسة أحرف أيضا إذن القاعدة إذا طبقنا القاعدة السابقة كان يجب أن تكتب دنيا بهذا الشكل دن يا وعاليا تكتب بهذا الشكل ومحيا تكتب بهذا الشكل الشكل وخطايا تكتب بهذا الشكل هذا لو طبقنا القاعدة إلا أن العلماء قالوا سنعدل في القاعدة ونستثني منها لأن الآن قد تتالت الياء مع الألف المقصورة والياء والألف المقصورة رسمهما واحد لا فرق بينهما إلا أن الياء منقوطة والألف المقصورة لا تنقط لذلك قالوا سنستثني من القاعدة التي قلناها قبل قليل ونلغي القاعدة هنا فنقول جميع الأسماء الرباعية المقصورة بألف تكتب ألفها مقصورة مقصورة كما ذكرنا قبل قليل في بشراء في بشراء وصغراء ومقصورة 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 إلا في ذلك نقول صحيح أنها في اسم غير ثلاثي ولكن لما سبقت بياء لما سبقت بياء كتبنا الألف قائمة استثناء من هذه القاعدة وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن أحكام الألف اللينة في أواخر الأسماء وبقي كما وعدتكم أن نتحدث عن طريقة معرفة أصل الألف في آخر الاسم الثلاثي وهذا ما نتحدث عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى